النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام شيء بالشيء يذكر في مجلسه المبارك وتعلمون كما يروي التأريخ لنا بأن النبي صلى الله عليه وآله إذا جلس لا يتميز عن بقية الناس بحيث لا يميز النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بين الجلوس إلا من خلال نوره المبارك صل على محمد وآله محمد طلع بهية نور جمال غير طبيعي فالداخل لمجلس رسول الله يشخص النبي طبعا الذي لم يعرف النبي صلى الله عليه وآله مسبقا فإذا نظر في الوجوه ينظر لوجه رسول الله ملامح فالصفات خاصة تميز بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوم من الأيام المجلس غاص بالمسلمين ومع الأسف في مجلس رسول الله شخص كان متكبر فجاء رجل فقير ودخل لمجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التفت عن يمينه عن شماله لم يجد مكان للجلوس فماذا يصنع؟ بقي واقفا الراوي يقول ذلك الرجل المتكبر عرَّض من مجلسه في مجلسه واسع في مجلسه لماذا؟ حتى لا يأتي ذلك الفقير ويجلس إلى جالب الغني المتكبر محترام للأغنياء الطيبين الباذلين على كل حال المساهمين المساهمين في كل شيء كثير اليوم ما شاء الله في هذا البلد وظفوا في الواقع أموالهم من أجل دعم المجاهدين القوات المسلحة عوائل الشهداء الجرحى يتبرعون بما لديهم من أمواله هذا نعم المال في الواقع هذا مال ممدوح عند الله سبحانه وتعالى واللي يحمل هذه الصفة والذي يشارك هذا ممدوح عند الله سبحانه وتعالى لكن ذاك المذموم من هو المذموم أعوذ بالله غني ولكنه متكبر لا يسعى في الخير الشاهد مثل صاحبنا ذاك اللي كان في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراوي يقول فوسع في مجلسه حتى لا يجلس ذلك الفقير إلى جانبه فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا هذا لما فعلت هذا هذا الفعل على كل حال مشيء هذا عيب ما يليق بالإنسان المؤمن إذا يحمل صفة الإيمان أنه يتقزز من فقير أو يبعد فقير لما فعلت هذا شنو الجواب قال له عذراً يا رسول الله بعديش عذراً يا رسول الله إن لي قرين يزين لي ما هو قبيح قال وما هو ومن هو ذلك القرين قال يا رسول الله الشيطان أعوذ بالله الشيطان ترى الشيطان يدفع بالإنسان إلى كل صفة قبيحة إذا وجد نفس ضعيفة تتقبل الصفات الخبيثة يستغلها الشيطان ويوسوس له ويأخذ بيده إلى الهاوية قال إن لي قرين يزين لي ما هو قبيح قال ومن هو قال الشيطان يا رسول الله وأنا أستغفر الله وأنا أتوب إليه ثم بعد ذلك قال يا رسول الله هل يرضى هذا الرجل قال بأي شيء يرضى قال أقدم له جميع أو نصف ما أملك إيش قد عندي من أموال نصف ما لدي من أموال أقدمها لهذا الفقير حتى يرضى عني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أترضى بما قال بما قدم من أموال من نصف أموال قال لن أرضى يا رسول الله بذلك أبدا كلموا أنت فقير ترى بعض الحالات بعض الحالات إذا كان فقر معه صابر معه محافظة على عبادة الله معه محافظة على الأخلاق خير بمليارات المرات من غني متكبر أعوذ بالله بعض الحالات بسبب الأموال الإنسان يفقد أخلاقه بسبب الأموال يفقد أعوذ بالله دينه بسبب الأموال يفقد حتى عقيدته والشواهد على ذلك كثير إلى أبعد الحدود في التأريخ وفي غير التأريخ في واقعنا المعاصر لماذا لا تقبل بهذا العرض عرض مادي لا بأس به هو موافق وينقل لك نصف أمواله فماذا قال قال يا رسول الله أخشى أن أصاب بما أصيب فيه احتمال أنا إذا تصير عندي أموالهم راح أتكبر على الآخرين وأصاب بالغرور وراح أنتقل من حال إلى حال أخرى نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات في الواقع بأنه الشيطان يتربص بنا الدوائر في الواقع فإذا وجد ثغر معينة يحاول أن يدخل من خلالها